مش هكيو على الجوائز المالية لكأس العالم الأندية ألفين وخمسة وعشرين. اجزاكتما ساما برشا كلام تحكيها الحقيقة على الجوائز المالية لكاس العالم للأنديا 2025 وونفيت مش كان هي وفيت جوائز المالية ولت باختو تندانس في العالم بنسبة لمسابقات الرياضية اللي وليا نشوفه في شي في رواية كبار وكيف نفس الكلام اللي تقال على الكاس العالم للأنديا 2025 قالوا انه فاما برشا جوائز انفيت سميوهم هما جوائز المليارية دونك خاتر نحكيه هنا على برشا فلوس لكن أعلن الفيفا عن تفاصيل إقامة بطولة كأس العالم للأنديا 2025 بمشاركة 32 فريق وزيدت عدد الفرق المشاركة في البطولة عن العدد الحالي للا يتجاوز 7 فرق وزيد وضح بخبول الشائعات التي توجدت حول وجود جوائز مالية جمالية بقيمة 2.5 مليار يورو في النسخة الحديثة من كأس العالم الأندية وهو ما لا يتم تأكيده من مصادر رسمية حتى للحظة هذه ومن جانب الفيفا سلاكيف كيف أوضح حتى من جهة أخرى شبكة سكاي سبورس البردانية في تقارير لها أنه كل فريق بشي شرك في كأس العالم الأندية في نسخة 2025 بشي تحصل على 50 مليون جنيه سترليني وبحساب حصول كل فريق على 50 مليون جنيه سترليني فنجمع الجوائز للفرق المشاركة فقط هو مليار و 600 مليون يورو وبالإضافة لهذا من المتوقع أنه تكون فما جوائز أخرى للفرق بحساب تقدمها في المراحل من دول مجموعات ولا حتى بشي تتأهل النهائي ولا تتواج بالبطولة أكيد بعملية حسابية بسيطة ولوجيك ما فأنه النجم يكون من منطقي في نهاية وصول جمالي المكافئات المالية البطولة إلى 2.5 مليون يورو كما أشارت التقارير منها 100 مليون للفريق البطل لكن الفيفا من جانب آخر ما زال ما حددتش حتى الآن كيفية توزيع الجوائز والإجمالي ميزانية البطولة اللي بشتتقام في الولايات المتحدة الأمريكية في سيفا 2025 وفيما يخص توزيع المقاعد وسامة خاطر برشا كله ما وفيت خرجه شكون يترشح شكون ليه للكأس العالم الأنديا 2025 فإنه من المقرر بأنه بشي شرك من الاتحاد الأوروبي الكرت القدم يويفا 12 فريق مقابل 6 في رقم قارة أمريكا الجنوبية 4 في رقم قارة أفريقيا وكيف كيف آسيا بشتكون عندها نفس العدد متاع متاع الفراقة اللي بشتشارك من الاتحاد الأمريكا الشمالية والوسطى كونكا كاف وبشي يكون موجود دا فريق واحد من أوكيا نوسيا وأبروبو الفراقة المشاركة الكوب دي موند دي كلوب 2025 نحكيه هنا على أفريقي على ترجير ياري تونس اللي مرشح أنه يكون موجود في كأس العالم على حسب الجديد في الشامبيونز ليغ وعلى حسب الترتيب النهائي على خطر نلقاه ونلقاه في سراعة كبيرة مع التابي مازنبيل أنجولي اللي يمكن نجمه الفقول والبلاسة ونترشح واحنا للكأس العالم للأندية اللي نعاود لندك اللي بش تصير صيف سنية من 15 جوان حتكش للثلتاشة جويلة دونك كما قلت انتي دونك عديد الأندية اللي بش تكون موجودة نعرفه كاس العالم الأندية كانت بطل كل قارة يشارك سبعة فرق سبعة فرق لكن زادوا آآ أربعة وعشرين آآ فريق معتانا حكيه على انه آآ اليوم زادوا خمسة وعشرين فريق طبعا آآ ثلاثين فريق بش يكون في كاس العالم هذي للأندية الفين وخمسة وعشرين اللي هو كان مقترح للفيفا يمكن بعض المشاكلي صارت للفيفا مع آآ مع عديد الأندية والسوبرلي والبطولات الموازية جاء انه الحديث على انه تكون بطولة كبيرة برشا فيها آآ مستشهرين معانتها كبار والجواز مالية كبيرة باش الاندية آآ اخط الاندية شنو اتطالب من الفيفا انها آآ اتكبر الموارد المالية متاحها في في الجواز مستحقاتها وخاط خاطر الاندية يقولوا يقولوا انه المستحقات اللي انه المداخيل اللي يتدخل فيها رياضة كورة القدم الاغلبية متاحها ماشيين للفيفا اللي هو يتم توزيحهم بالتوازي وبالتساوي على على الفرق اللي اللي وصلت وربحت في المشاركات آآ امتاحها. ينسترناوا دونك بقية الفرق اللي باش بتشارك في كاس العالم للاندية الفين وخمسة وعشرين. راجلين معكم شوي اخر بعض الفاصل جيب حدينة يسرى بلسوت في انسبيراسيون بيزنس باش نحكيه على منصة تيك توك وراشينا.